السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان متابعي قناة الاقتصاد والفلاح دائما قناة كل العرب طبعا النهاردة حلقة اليوم حضراتكم شايفين العنوان حلقة على غير المعتاد على محتوى القناة دايما تحضراتكم عارفين ان اغلب المحتوى بتاعنا من اهتم دايما بتربية الاغنام والمعز والصروة الحيوانية بصفة عامة والعلاجات وهكذا النهاردة بقى حلقة مختلفة جدا طبعا احنا شخصين كلنا في البيوت موسم الزيتون الاخضر دايما بنهتم بتخليل الزيتون وبنسأل كتير وبنبحث كتير ايه افضل فيديو وافضل طريقة عن عمل الزيتون ويطلع بطعم جميل ولزيز خلطة العطار اللي بنقدمها لحضراتكم النهاردة حصريا من قناة الاقتصاد والفلاح باذن الله تعالى في خلال شهر هتفتح الزيتون وهتاكل منه مش هبقى فيه اي مرارة وده عن تجربة بفضل الله طبعا عنوان الفيديو اللي هو طريقة عمل تخليل الزيتون الاخضر خلطة العطار هنشوف بقى مع حضراتكم ان شاء الله وهتعرفوا ايه السر في الخلطة او ايه السر ان احنا سميناها خلطة العطار هنبدأ مع حضراتكم بالخطوات خطوة خطوة وهنزل لكم المعادير طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو احنا حطين الاول الملح وبنقلب الملح كويس جدا لحد ما نقلب الملح ورق وقلم وحضراتكم اكتبوا الكميات او اكتبوا الاصناف طبعا زياتون اللي اقدر زي ما حضراتكم شايفين كده بعد مقلبنا الملح كويس جدا دي اول حاجة معنا الزيتون اللي اقدر بنحط طبعا الكمية اللي احنا عايزين نخلى لها لو هطلعزوا حاجة ان التخليل بيتم في وعاء او في اناء زجاجي طبعا الزجاج افضل حاجة لحفظ الزيتون طبعا مش هنتكلم كتير عن فوائده حضراتكم اكده عارفين فان ايه نستخدم حاجة زجاج لو كانت متوفرة الزيتون زي ما حضراتكم شايفين كده الخط الصغير ده بنعمله بالسكينة ده بيدينا بيخلي الزيتون ايه المرارة اللي فيه تروح وبيخليه بيساعد على عملية التخليل حطينا كمية مية وحطينا الملح زي ما حضراتكم شايفين المعدير بقى لحد ما نخلص بقية كمية الزيتون معانا زيتون اخضر خلطة العطار حبة البركة ليمون شرائح صغير كده كطع ليمون طبعا الليمون مهم جدا عشان المرارة حبة البركة تقوم في صوس مقطع يعني في صوس زيت زيتون اصلي ونتأكدوا ان اصلي مش هكلم في النقطة دي كتير لازم متأكد ان زيت الزيتون ايه زيت اصلي عصفر وطبعا ده يعني الاستاذ بتاع الشغل بتاعنا وليمون شرائح عمليه ليمون شرائح وعسير ليمون بيدي طعم العزيز وطبعا وراء اللورو دي طبعا ممكن ديكون حاجة جديدة شوية وطبعا الملح اللي احنا حطناه والحبهام برضو دي اكيد حاجة جديدة زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو ان شاء الله طبعا بعد ما حطينا الزيتون زي ما حضراتكم شايفين ضفنا الليمون وبعد كده حطينا وراء اللورو طبعا وراء اللورو زي ما قلنا ده حاجة مهمة وحاجة ان شاء الله يكون جديدة ومفيدة جدا وبنحط العصفر دقاط زي ما حضراتكم شايفين بالطريقة احنا شايفين ابيدي شكل طبعا جماله بيساعد دي طبعا زيت الزيتون شايفين اللون بتاع زيت الزيتون لما اتكلمنا النوع باصلي طبعا حبة البركة بنحط ايه? حبة البركة زي ما حضراتكم شايفين بالطريقة الحمامة بنحطها دي. ونبدأ بنقلب كل الكمياء وبعدها. العصفر مع حبة البركة مع الليمون مع الزيتون عشان يدينا التوليفة اللي احنا عايزينها توليفة العطار. نركز طبعا ان هو لازم يكون اصلي لان اغلب الزيوت اللي موجودة في السوق الا مراحم يا ربي اغلب الشركات طبعا زيت خليط او زيت متجانس او عليه اصنصات. طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين بقى الحاجة ربنا يديها الصحة زي ما حطي طرق اللورة واللابي كويس بتحط حاليا دوقتي عسير الليمون. انا زي ما قلت لحضراتكم انا كنت مجرد ناقل لحضراتكم الفيديو. الحاجة ربنا يديها الصحة هي اللي قامت بكل حاجة. ده الوقت اللي بتحط فيه زيت الزيتون. شايفين يا جماعة اللون بتاع زيت الزيتون اعمل ازاي? يعني ما شاء الله حاجة ممتازة وهي دي الجودة اللي احنا بندور عليها ولازم يكون حاجة زي كده. بتكبوا طبعا الكمية زي ما حضراتكم شايفين. الحاجة بقى حبت يعني ايه تعمل واجب مع السادة المشاهدين. وحبت تقدم لكم الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم جدا باذن الله وتنال اعجابكم. بعد ما حطت طبعا زيت الزيتون زي ما حضراتكم شايفين كده بتقلب بقى طبعا كويس. تقلب طبعا طبعا الاناق الزجاج ده اللي اتكلمنا عنه او البرطمانات الزجاج دي. دي مفيدة جدا ما بتتفعلش مع اي حاجة جواه وبتحفظها وبتبع كويسة جدا. شايفين يا جماعة العصف اللي هو عامل ازاي? والليمون يعني ما شاء الله حاجة ممتازة جدا جدا جدا. ما شاء الله الحبهان بقى. ده الحبهان يا جماعة وعليه ارونفل كمان. سيت اقول الارونفل اللي حضراتكم في لما كنا بنكتب. ده طبعا القرنفل طبعا القرنفل مع الحبهان. ما شاء الله بيدي نكها وطعم ممتاز جدا جدا جدا. طبعا لو بتلاحظوا التقليب شغال طبعا والكميات والمقادير. احنا حطينا الاول الحبهان وبعد كده القرنفل وراء اللورو وحطينا العصفر. طبعا مع التقليب الجايد في كل حاجة وزيت الزيتون. دي يا جماعة سر الخلطة اللي قلت لحضراتكم عليه. طبعا الليمون زي ما حضراتكم شايفين كده. شوفين الليمون مقطع ازاي ما شاء الله شكله جميل. وحاجة ممتازة جدا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بقى بنبدأ نحود نرجع نحط في صوص التوم. زيت طبعا الملح ما كنا بنحط طبعا ملحة كمان حاجة بسيطة. عشان طبعا الخليط كله يمتازج مع بعضه. زيت بقى التقليب. التقليب ده مهم جدا علشان الخليط كله زي ما حضراتكم عارفين يمتازج مع بعضه. بنرجع نحط طبقة زيتون كمان. واشر الليمون طبعا الحجة عصرة الليمون زي ما قلنا انه عشان يوضل المرارة. الاشرى بقى ترمي مفيد جدا طبعا بنحط عشر الليمون برضو بدي طعم لازيز وبيبقى مغزي وكويس جدا. بحط طبعا ورق اللورو اللي بيخواننا في الشام بيسموه ورق الغار زيت العصفر زيت حبة البركة مع طبعا الحبهان زي ما حضراتكم شايفين كده بيدي شكل جمالي جدا زيت طبعا ايه التوم. هسيبك بقى حضراتكم تستمتعوا بالشكل ان شاء الله. والوصفة تعجبكم بازن الله تعالى. دعمونا بقى ان شاء الله ورد الفيديو ده للحجة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.